يوصلنا ليه طيب عموما عايز أقول لكم بكرا ان شاء الله تعالى ساعة أربعة العصر هتغادر بعثة الأهل القاهرة بحفظ الله وأمني إلى العاصمة القطرية الدوحة عشان تواجه الرجاء المغربي يوم الأربع على كأس السوبر الأفريقية الأهل بطل دور الأبطال والرجاء بطل كأس الكون فدرالية البعثة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والجهاز الفني حرص على أنه ياخد معه كل اللعيبة المتاحة بعدما اتطمن على جهازية الجميع من خلال مباراة الأمس مع اسموحها المباراة الودية اللي الأهل عمل فيها عرض جيد جدا وفاس خمسة واحد اتطمن مستر بيتسو مسماني على جهازية كل لعبين الموجودين يمكن أحمد عبدالقادر بس في القائمة الطبية أحمد عبدالقادر بيواصل تدريباته التأهلية هيسافر مع الفريق يمكن ما يتمرنش أول يوم وربما تاني يوم لكن بعد كده حسب تقديرات الدكتور أحمد أبو عبلا هيكون متاح إن شاء الله مع الفريق قائرة لاستكمال علاجه لكن بالنسبة لأيمن أشرف اللي موجود في قائمة المنتخب بيواصل تدريباته العلاجية هناك مش هيشارك مع المنتخب في المباراة الأخيرة يوم السبت ساعة 12 الظهر بالمناسبة للمباراة السبت ساعة 12 الظهر مصر وقطر على برونزية كأس العرب مش هيشارك أيمن أشرف كما قد لا يلحق ببعض تدريبات الأولية للآله وهيكون تحت متابعة الجهاز الطبي فور وصوله للدوح الجهاز الفني كان سجل بقى السبع لعيبة في الأماكن المتاحة الأهل استكمل قائمة الأربعين الأفريقية فسجل الصفقات الجديدة كلهم علشان تكون القائمة مكتملة سواء ببرستاو أو لويس مكسيوني أو حسام حسن أو كريم فؤاد أو عمار حمدي اللي رجعوا من الإعارة عمار حمدي وأحمد عبدالقادر تم قيدهم عشان يكمل الأهل قائمة الأربعين يا بشوانتس يعني الأهل يعيش ظروف غمضة صراحة يعني نقدر نقول أن الموقف صعب ولا سهل فيه غموض نتيجة أن الفرقة مش هتكتمل إلا على بعضها يعني أي الدوليين مع زملائهم اللي هنا كانوا في القيرة بالإضافة لغموض موقف بعض الإصابات مش عارفين مين اللي حيكون في قائمة مباراة السوبر وطبعا شوية من الإطمئنان صدرتها مباراة سموحة لكن الماتشات الودية دي عمران ما بتكون مقياس يعني ترجمة نانسي قنقر